زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة المصابين في الحادث الذي وقع لحافلة ركاب على طريق الهجرة بمركز الأكحل ووجه سمو بتقديم الخدمات والعناية الطبية اللازمة للمصابين وكانت حافلة ركاب خاصة تنقل تسعة وثلاثين شخصا من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية قد استدمت بمعدة ثقيلة في مركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة ونتج عن الحادث وفاة ستة وثلاثين وإصابة أربعة من ركابها